مجلس جهات فاسمكناس مجلس جهات فاسمكناس يعقيد أول دورة بعد انتخاب المكتب وكذلك انتخاب الكاتب والنائب إذن هذا الدورة الأولى ويفق للقانون المنظيم للجهات يتعلق أو هذه الدورة دولة أعمالها ينحصر في الدراسة والتصويت على النظام الداخلي للجهات هذا النظام الداخلي الذي يعده الرئيس بتشاور وتعاون مع أعضاء المكتب وقد اعتمدنا في إعداد هذا التشاور عدة مرجعيات وعدة آليات أساسها أولا القانون التنظيم للجهات وكذلك النظام الداخلي للولاية السابقة بالإضافة إلى المستجدات التي دعت الضرورة إلى تضمينها في النظام الداخلي وإن شاء الله بعد المصادقة على هذا النظام الداخلي سنمر بعدها إلى جلسة استثنائية أخرى لاستكمال هياكل الجهات ثم بعدها إن شاء الله ستكون جلسة ثالثة استثنائية أو دورة استثنائية ثالثة للمناقشة والتصويت على الميزانية وبعدها إن شاء الله ستنطلق كل الأوراش التي إن شاء الله تم إعدادها أو سيتم التصور لما تصدعيه هذه الأوراش من تحين ومن حسن تدبير في المجال الجغرافي كل ديال الجهة وسيمس إن شاء الله أو ستهم هذه الأوراش كل الجوانب الاقتصادية والسياحية والفلاحية وكل حاجة والاجتماعية طبعا إنها تدخل صحافية وحرية تدخل في مبدأ التشارك الذي هو أحد المقومات والتأسيسات الجديدة في هذا النظام الداخلي الذي يمدعون مجلس الجهة اليوم للمصادقة عليه النظام الداخلي ليس له ملامح له وجه واضح وهو المرتبط بحسن تدبير خلق الآليات التي من شأنها أن تسهل عمل المجلس وفقا للمقاربة التي تحدثت عنها قبل قليل شكرا لكم